نروح بعد كده للمدير الفني للمنتخب الفرنسي دي دي شان طبعا تحدث دي دي شان قال انتم تبحثون هو بيكلم طبعا عن انه قالوا ان بنزيمة هيرجع تاني بعد ما تعافوا بتاع فهو انكر ده وقال انتم تبحثون عن اشياء غريبة هذا الامر ليس في ذهني لقد تحدثت مع بنزيمة قبل مغادرته وعرفت الوقت الذي سيحتاجه من اجل التعافي واضاف غاضبا انا اركز على اللاعبين المتواجدين حاليا في القائمة لن اعلق مرة اخرى اذا اردت اثارة نقاش حول هذا الموضوع سألوه عن كليان بابي قال كليان بابي ليس مغرورا انه لاعب مهم وحاسم ويمكننا ان اؤكد لك انه دائما جزء فعال في العمل الجماعي من خلال ما يفعله واتكلم انتوان جريزمان اساسي قال قد خضنا مبارتين يمكنني الان الحكم على اداؤه انه يقوم بالاشياء بشكل جيد للغاية في الدور الذي يناسبه يتمتع بالياقة بدنية عالية جدا عن مواجهة تونس بقى قال تابعتهم بشكل جيد سيلعبون من اجل التأهل فريق يتمتع بالكفاءة ولديه الكثير من اللاعبين ذو الجودة العالية واكثرهم يلعبون في الدور الفرنسي ولعبي فريقي يعرفونهم ايضا سيكون لديهم شغف وحماس بالاضافة الى قدراتهم الهجومية بالفعل ستكون مباراة جيدة للغاية ده معظم اللي قالوا طبعا ديدي شان المدير الفني للمنتخب الفرنسي اما المدير الفني للمنتخب التونسي نسمعه نسمعه تأكور القدم ستونسيون تفوت يون ريس بيكت سا على حد ذاكرتي نعرف اللي تم انتصار من هشرين وثلاثين سنان المنتخب الفرنسي ثم زوستا عدولات في مباراة ودية اليوم عنا فرصة بش نلعبوا مباراة رسمية مصيرية اللي نحن عكس المنتخب الفرنسي اللي يمكن نضمننا التأهل اللي نتعاو بش نتعاملوا معها فقط كمباراة فوق الميدان حداش ضد حداش منتخب ضد منتخب عنا كل الحوافز بش نحقوا النتيجة الإيجابية بش نقاتلوا على حضوضنا الآخر لحظة بعدين نتيجة المباراة تحكم فيها إلا وقع المباراة يا رب كل التوفيق طبعا لتونس والسعودية أكيد والمغرب أكيد